انا بصراحة لو ميكالي انا عايز محمد عبد المرام وامام عشور ولازم اخدهم عشان اكسب وانا لو الاهلي هقولك لا مش اسسبهم عشان انا بنفس عالدوري نفض الاشتباك ده ازاي اجللي 15 يوم ببساطة شديدة وبالمناسبة يعني خلينا منطقيين يا جماعة زمالك لو لسه في المنافسة بشكل قوي على الدوري ما هو كمان كان يقول انت تفتكر يعني انت يا سيدي كزمالكاوي مش هقولك ادارة نادي الزمالك مش هخش في النواية انت كزمالكاوي بتنافس الاهلي في اخر رمك في الدوري وقالوا لك هناخد منك زيزو هيروح المنتخي وليب يقولها 4-5 متشاط ساعة الولمبيات هيبقى عادي بالنسبة لك نقول كلام بس بالعقل يا جماعة بلاش اللعب بكسة الوطنية دي ومصلحة عيب عيب كلنا وطنيين وكلنا منحب بمصلحة بلدنا وعايزين منتخبنا يبقى في افضل حال اللعيب دايما في العمل نظام الكورة في مصر العمل المسابقة اللي طول لحد اللي احنا فيه دوت وما حطش في اعتباره انه هيعمل فترة توقف وقت الولمبيات دي حكاية على فاكرة فيها اندية كتير على مر التاريخ يعني رفضت انه لعيبة تنضم للمنتخبات في الولمبيات عندك مثلا اندية في البرازيل يما رفضت رفضوا انضمام لعبين كبار واسمها مميزة رونالدو وروماريو رفضوا انه ينضموا في الولمبيات بس لما البرازيل حبت تاخد الولمبيات قالوا هنجيب نمار بقى هدف عندهم زي ما احنا عندنا الهدف ده مش شرط ناخد الولمبيات بس على اقل يبع عندنا ميداليا تشيلسي قبل كده رفض انه يسيب دروكبال كودفور فيه فيه انا بقولك الاسماء مفهوم بس ده مش هدف وبعدين ما احنا عارفين اللي فيها احنا معظم لعبتنا موجودة في الدول المصري واحنا عارفين انه ليفربول مش يرده يسيب صلاح وكنا متاقعين انه ممكن انتراغت ما يسيبش مرموش فهكاكا هنأعتمد على اللي عندنا